الكرة للأبطال 24 ساعة بتقول كتير فيها دروس من العيار التقيل حقيقة يمكن مفاجآت المونديال تتوالى حقيقة يمكن أهم مفاجآة النهاردة كانت اليابان اليابان اللي كسبت ألمانيا 2-1 والقصة مش في المكسب القصة في السيناريو يهو السيناريو الصعب ويهو السيناريو الأصعب السيناريو الصعب إنك تكسب منتخب تقيل تكسب منتخب قيمته التسويق تاريخه بطولاته دورياته نجومه أعلى منك بكتير وتقدر تحفظ على المكسب ده لغاية النهاية طب ده السيناريو الأصعب الأصعب من ده إنك تبقى متأخر تبقى متأخر قدام المتخب الكبير ده وتقدر ترجع تتعادل ثم تحقق المكسب وده اللي عملته بالزبط الياباني النهاردة الحسابات اتغيرت وألمانيا كانت واحد من المنتخبات المرشحة والنهاردة الحقيقة المغرب عملت جيم كبير قدام كرواتيا وما ننساش أن كرواتيا وصيف بطولة العالم الأخيرة وبالتالي نجاح كبير جدا للصغار أمام الكبار النهاردة ومبارح تونس طبعا عملتها قدام الدنمارك ونختم بالحكاية والرواية السعودية الحقيقة اللي شرفونا وشرفوا الكرة العربية مبارح السعودية عملت جيم عالمي قدام الأرجنتين بنفس السيناريو يمكن أحلى كمان من السيناريو اللي عملته اليابان قدام ألمانيا برح السعودية الحقيقة أظهروا قدراتهم عشان كده بقول الحسابات دي بره الملعب قصة في التسعين دي قصة تانية خالص دي اللي عايز يتعلمه الأرجنتين برضو واحدة من الدول المرشحة وبقوة لتحقي اللقب لكن الخوف التوتر الضغوط كل ده سبوه بره الملعب ونزلوا قدموا مباراة ملحمة هتفضل في تاريخ الأشقاء في السعودية لسنين وسنين وسنين جاية ومش بس أشقاء أنا في السعودية أعتقد أن السعودية شرفت الكرة العربية عشان كده كان لازق نبدأ حلقة النهاردة ونقول الأشقاء ونجوم السعودية بجد شرفتوا